قد يكون قضية التهريب السعات من أخطر أنواع التهريب ولكن قضية غير منظورة أخطر من النفط؟ أحياناً تصعد أكثر منها طيب وبها أرقام قوية جداً تتصل إلى شوية الأرقام؟ لأن هذه القضية فنية اختصاص بحت مو كل واحد يقدر يتعامل معها أو يفهمها حتى الأخوان مرات في الوزارة في الهيئة يعني في الدوائر المختصة بمتابعة هذا الأمر نجد كثير من الشخص الذين يأخذون مكناتهم مختصاص مختصاص لذلك اليوم مثل ما أقول لك أن القطاع الاتصالات هو شقين وهنا هيئة الاتصالات المسؤولة عن شركات الجي أس أم وقضايا البيسات وبعض التطبيقات ووزارة الاتصالات اللي أنا واحد من الناس عندي تحفظ على أنه وجود وزارة الاتصالات حلقة زايدة هو المفروض وزارة الاتصالات يعني لهذه الدرجة نحن فاشل لدينا قطاع الاتصالات ليس فاشل قطاع الاتصالات أروح بكل دول العالم لا يوجد اسمه وزارة الاتصالات أو يوجد وزارة النقل أو الاتصالات هي عبارة عن شركة هي وزارة الاتصالات هي عبارة عن شركة أرجعوا إياك حتى لا أخوذ بهذا التفصيل هذه صارت في قضية المحاصصة وزيادة عدد الوزارات وظافوا له لذلك دائما أي وزير الاتصالات يعاني من هذا الأمر ليس دائما ناجح في وزارته اليوم طيب الهيئة بها قانون ووزارة الاتصالات بها قانون و الثلين لحد هذه اللحظة لم يتم التصويت على قانون يتقاطعان دائما فيها نقاط تشابك كثيرة طيب الهيئة بعدهم على قانون مجلس الحكومة وقانون أبريموت لحد هذه اللحظة طيب حاليا نعد بالقانون لإدراجه وقرأة القراءة أولى ونمضي به ووضوع تهريب السعات هو نظريتي أنا كاختصاصي اتصالات وعندي خبرك مصطعش سنة بهذا القطة هو زيادة الشركات الاسبية يعني زيادة الشركات المجهزة للسعات يعني أنا بالبلد اليوم عندي 16 شركة مجهزة للسعات صدق أن كل هاي الشركات وظيفتها تهريب سعات هاتهام خطين للشركات لا ما عندي يعني المفروض أنا وحد البوابات مشروع البوابات لحد قبل سبوعا من سبوعا أو أكثر من سبوعا يا الله تم التوقيع ما عندي صايرة سيح ياه ليجي عبر فزيادة الشركات المجهزة هذا السبب الرئيسي في في قضايته في قضايا تهريب السعات الأخت الوزيرة لازم تنتبه لهذا الأمر ترجمة نانسي قنقر